الالتفاف حول المسعى الذي يرمي إلى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة في إطار فكرة لم الشمل يكون بذلك موقفاً رسمياً موحداً يلتف حوله البرلمان بغرفتيها بشأن فكرة لم الشمل لا أعتقد أن المشعب الوطني سيكون لديه موقف إلا دعم هذه الدعوة السيد الرئيس الجمهورية للملمة شمل الجزائريين وتحت الفرصة لبعض المواطنين الذين قد نعتبر أنهم غرر بهم العودة إلى جادة الصواب والعودة للحضن الوطن الأم خاصة أن الجزائر محتاجة جداً في هذا الظرف وهي تبني مختلف مؤسساتها الوطنية والسياسية وتنطلق نحو باعت الاقتصاد الوطني هذه الدعوة تأتي في إطاح المساهمة في بناء السياسي المساهمة في البناء الاقتصادي لهؤلاء موقف الغرفة السفلة للبرلمان بقبة زيغود يوسف من نواب رؤساء كوتلة لا يتعارض عن الغرفة العليا باعتبار الالتفاف حول رئيس الجمهورية والسياسته واجباً وطنياً من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية لا سيما تدعم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي بالنسبة لنا كاليجان مختصة داخل المجلس الشعبي الوطني مثلنا كثير من النواب بادرنا بالترحيب بهذه المبادرة وندفع نحو بلورة فكرة مهمة حول ضرورة الالتفاف حول هذه المبادرة ودعمها والوقف إلى جانبها لأنها ترمي إلى فكرة لم الشم للجزائريين خاصة ونحن الآن نمضي إلى مرحلة جد حساسة بالنسبة لتاريخ الجزائر بعدما تم وضع كل اللبنات والمؤسسات السياسية عن طريق الانتخابات الشرعية اليوم الرئيس ربما من خلال هذه المبادرة يدعو الجميع للمشاركة ولتقديم شيء وإضافة جديدة في تاريخ بناء هذه الجزائر 54 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية عرفت طريقها نحو التدسيد بدءا بمراجعة دستور البلاد وتجديد السرح المؤسسة والإصلاح الهيكلية للنهوض بالاقتصاد الوطني وصولا إلى حكمة رئيس الجمهورية التي يسخرها للمشمل الأشخاص والأطراف لتكون الجزائر للجميع ويبنيها الجميع